بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد شهين التاعب من قناة الدول الإسلامية على اليوتيوب والنهاردة هنناقش تعليقات شهر 6 في البداية لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي أو لو انت مهتم بالقضايا الفكرة المعصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد أو لو انت مهتم بالإسلام بشكل عام يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجي لك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة لو انت من الناس اللي مش مهتمة قوي بفيديوهات الحلقات النقاشية تقدر تراجع تحت في وصف الفيديو العنوين أو المواضيع اللي احنا نقشناها وعلى الأقل تسمع المواضيع اللي انت ممكن تكون مهتم بيها لأنه أكد لك أن الحلقات دي أكيد لها قيمة ما وإلا ما كنتش ضيعت وقتي فيها أو ما كنتش عملتها من الأصل أول تعليق على فيديو البروتستانت تحرف الكتاب المقدس الجزء الثالث أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي نوان بيقول هو مسلم عبدالله مش هيعمل حلقات تاني ولا إيه باختصار شديد جدا أنا فعلا الفترة الأخيرة بتواصل مرة أخرى مع مسلم عبدالله علشان يرجع يكمل حلقات السلسلة اللي هو كان عارفها اللي هو إيه اعرف صاحبك لكن اللي انتو مش عارفينه أن الأخ مسلم عبدالله ساكن في آخر بلاد المسلمين فبالتالي صفر طويل ومرهق ومجهد أنه ييجي لغاية عندي علشان يصور كل الحلقات اللي فاتت اللي اتنشرت على قناة الدعوة الإسلامية من سلسلة اعرف صاحبك الأخ مسلم عبدالله جي عندي هنا وصورها في يوم واحد فقط وطبعا بما أن السفر مسافة طويلة فهيدطر يركب مواصلات عامة ومواصلات عامة فيها خطورة التعرض للإصابة بفيروس كورونا فبالتالي الأخ مسلم عبدالله أنا والله لسه مكلمه مبارحاً الموضوع أخبارني أنه بيسمع أخبار كتير عن ناس قريبة منه أنهم بيصابوا بفيروس كورونا وهو عايز يحافظ على صحيته وده حقه وإحنا كمان عايزينه يحافظ على صحيته وبالتالي في أقرب فرصة بإذن الله عز وجل للأخ مسلم عبدالله هيرجع مرة تانية وهيكمل سلسلة اعرف صاحبك وبإذن الله عز وجل هيكمل سلاسل وفيديوهات أخرى جديدة كثيرة بإذن الله ونفس الكلام أيضاً زي ما قلنا عن الأخ حسن مصطفى المشكلة كلها في فيروس كورونا بنحاول ناخد احتياطاتنا في هذا الموضوع التعليق اللي بعد كده على فيديو الدحيح عامل خرم في دماغكم أشرف البنة بيقول لو سمحت ما تدخلش العلم في الدين أنا بعتقد إن السبب الرئيسي وراء تعليق زي ده إن هو بيفترض إن بالفعل يوجد تناقض أو تعارض ما ما بين العلم والدين وبالتالي هو عايز يفض المشكلة من أولها أو مش عايز إن هذا التناقض يظهر فبالتالي بيقول ما تدخلش العلم في الدين هو شايف إن في مشكلة ما لما نحاول ندخل اللي اتنين في بعض ونشوف المناطق المشتركة ما بين اللي اتنين ونحاول نفهم الدنيا في ضوء الاتنين في ضوء العلم والدين لكن زي ما قلت هو واضح إن هو شايف إن في مشكلة فبالتالي يا إما نتخذ منهج لإن في فلسفة اتكلمه في الموضوع ده كتير ودي من أبرز النقاشات القديمة جداً ما بين العلمانيين اللي مفروض علميين يعني العلماء الطبيعيين وهكذا دول واخدين جنب وبعدين المتدينين أو علماء الدين واخدين جنب تاني في بعض الفلسفة حاولوا نقشوا كتير موضوع التعارض الظهر ما بين العلم والدين وبالمناسبة احنا عاملين سلسلة كاملة لأخ حسام مصطفى عن موضوع التعارض ما بين العلم والدين وتكلمنا فيها عن أصول في غاية الأهمية علشان تقدر تفهم المسائل المشتركة ما بين العلم والدين برضو أنا شخصياً عملت أكتر من فيديو عن هذا الموضوع موجود ضمن قايمة الإلحاد نقد الإلحاد وإثبات وجود الله لأن المسألة دي في غاية الأهمية في بعض الفلسفة قالوا أن الدين بيتكلم في جهة والعلم بيتكلم في جهة والدين بيتكلم من وجهة نظر معينة والعلم بيتكلم من وجهة نظر معينة اللي اتنين ما لهمش علاقة ببعض فبالتالي خطأ فلسفياً أصلاً ابتداءاً أن أنت تدخل الدين في العلم أو العكس يعني العلم في الدين وفي بعض الفلسفة التانين بياخدوا تصور آخر تصور دايرة الدين بتطلاقة مع دايرة العلم ففي مساحة مشتركة في النص ما بين الاتنين وفي مساحة الدين بس وفي مساحة العلم بس وبيقولوا القاتل أن في بالفعل حاجات الدين تكلم عنها والعلم تكلم عنها فبالتالي المساحة دي هي بس اللي نقدر ندخل العلم في الدين فيها في مساحة تانية بقى اللي هي ناحية العلم اللي مش متقطع مع الدين العلم بس هو اللي يقدر يتكلم عنها والدين ما يقدرش يتكلم عنها وأنا بعتقد أن دا باطل وبقول في المقابل أن في مساحة العلم تكلم عنها الدين ما تكلمش عنها كويس؟ في المقابل بقى ناحية الدين في حاجات الدين بس هو اللي يقدر يتكلم عنها الدين بس هو اللي يقدر يتكلم عنها وفي حاجات الدين تكلم عنها ولسه العلم ما تكلمش عنها لكن ممكن العلم فيما بعد يوصلها أو يتكلم عنها أيا كان النقطة اللي أنا عايزة أوضحها هي أني أنا بعتقد يقيناً أني في حاجات الدين بس هو اللي يقدر يتكلم عنها حصرية في ساحة الدين هي خارج حدود العلم العلم ما يقدرش يقول فيها وجهة نظر وما يقدرش أصلاً يتكلم عنها وفي حاجات الدين يتكلم عنها لسه العلم ما تكلمش عنها وفي حاجات العلم يتكلم عنها والدين ما تكلمش عنها وبالتالي مش هيتكلم عنها خالص لان خلاص الوحي ينقطع يعني على اساس هذا التصور نقدر نقول هل نقدر ندخل الدين في العلم او العلم في الدين ولا لا دايما بقول اولا فيما يخص مسائل العلم والدين دي لازم تتأكد هل دا دين بالفعل ولا لا ولازم تتأكد هل دا علم بالفعل ولا لا يعني كثير من الناس بيتكلموا فيه فرضيات وبيتكلموا فيه نظريات غير يقينية وبيرفعوها مقام الحقائق العلمية التي لا جدال فيها ولا ريب هي حقيقة بالفعل وده احيانا كثيرة بيكون غير صحيح ايضا في المقابل ممكن تكون اشياء هي ليست نصوص دينية محكمة علشان تقدر تقرر بشكل يقيني ان هذا هو الدين بالفعل بنسبة 100% لا شك فيه ولا ريب وبعدين تشوف بقى مساحات التداخل هل المسألة العلمية دي الدين تكلم فيها ولا لا لو الدين تكلم فيها المفروض بما انك مؤمن والمسألة دي نص وحي محكم لا جدال فيه ولا ريب ورأي واحد متفق عليه عند كل علماء المسلمين طوال التاريخ الاسلامي المفروض وقتها ترجح كافة الدين على العلم لان المفروض الدين يكون له مصداقية اكبر عندك من العلم المهم في النهاية ان انت ما ينفعش تقول بشكل مطلق ما تدخلش العلم في الدين او الدين في العلم ما ينفعش لو المسألة اللي انت بتتكلم عنها دي الدين تكلم عنها يبقى لازم ندخل العلم في الدين والدين في العلم ونشوف ايه المشكلة في الموضوع وفي الاخر لو انت على الدين الحق لازم الدين هو اللي يطلع صح ولو ده بالفعل علم حقيقي وده بالفعل دين حقيقي المفروض ان اللي اتنين من مصدر واحد لان اللي خلق الكون اللي هو مصدر العلم هو اللي انزل الدين فما ينفعش عقلا يحصل تعارض ما بين الاتنين تعليق اخر على فيديو الدحيح عامل خرم في دماغكم احمد رجب السيد بيقول بصراحة عند اقتراح شايف انه لو الفيديوهات اتاخد جزء منها وتحط على الفيسبوك جزء مثلا عشر دايق هيبقى افضل للقناة في جلب المتابعين واحسن للناس ويتحط رابط الفيديو الكامل مع الفيديو المرفوع على الفيسبوك وكده هيبقى اكسبت جمهور من الفيسبوك لانه ببساطة محدش بيشارك فيديوهات اليوتيوب الا نادرا ونسبة ووصولها للناس بتبقى قليلا واختاني دا وايت نايت بيقول دا رأيي والله وانا برضو بقول دا رأيي والله بس اللي يفضل ويعمل كده يبقى بالتالي انا بطلب متطوعين يتوصلوا معايا على رقم الواتساب اتعرف عليهم وخليهم ادمن على صفحة قناة الدعوة الاسلامية على الفيسبوك ويبقوا هم المسؤولين عن انهم يشوفوا الفيديو على اليوتيوب يعيدوا تحميلوا على الكمبيوتر يقطعوا منه المقاطع اللي هم شايفين انها جذابة للناس ولو تنشرت على الفيسبوك الناس هتحب تسمعها وتحب تشيرها وتحب تنشرها يقوموا رفعينها على صفحة قناة الدعوة الاسلامية على اليوتيوب ويشيروها بقى على صفحاتهم وانشيرها ما بيننا وما بين بعض وننطلق لكن زي ما قلت بلكده انا ما ينفعش اعمل كل حاجة الوحدي لازم تشيلوا معايا بعض المجهود وباذن الله عز وجل نتقاسم جميعا الاجر وده لا ينقص من اجورنا شيء باذن الله وان شاء الله قريبا هعمل فيديو هتكلم فيه عن موضوع التطوع ده لما ابتدي اجمع اكتر من مهمة ممكن المتطوعين يعملوها يعني على سبيل المثال موضوع كتابة السكريبتات هنتكلم عنها بعد شوية لان فيه سؤال عنها موضوع تقطيع المقاطع ورفعها على الفيسبوك موضوع ترجمة المقاطع الى لغات اخرى وفيه حاجات تانية كتير القناة محتاجة فيها متطوعين وانا على كل حال مش بفرض على الشخص اللي اقترح هذا الاقتراح انه هو نفسه اللي يبقى متطوع مش بالضرورة ممكن ما يكونش هو فاضي والفكرة نفسها تستحق ان احنا نشتغل عليها فبالتالي جزاك الله خيرا انه طرح الفكرة ونشوف بقى مين اللي فاضي انه يقدر ينفذها التعليق اللي بعد كده على فيديو شهود يهوى الجزء الاول لرامي فات بيقول جزاك الله خيرا ممكن تعمل فيديو عن شفرات الكتاب المقدس بعض الناس وجدوا نبوة عن اسم يسوع في العهد القديم في الشفرات موضوع الشفرات بشكل عام موضوع خاص اكتر باليهود من النصارى فبالتالي هو بيتكلم عن العهد القديم وبيقول فيه شفرات في العهد القديم المعلومة دي ابتداءا صحيحة انا مش متخصص فيها قوي كنت سمعت زمان محضرة الاخ احمد سبيع ربنا يحفظه يبارك فيه كان بيتكلم فيها عن هذا الموضوع فكرة حساب الجمل ابجد هوز حطي كلام ونصعفة القرشة الابجدية العبرية ابجد هوز حطي كلام ونصعفة القرشة كل حرف مقابله رقم ابجد واحد اثنين تلات اربعة والى اخر بقى حساب الجمل بدل ما كانوا يذكروا الاسم بشكل صريح افتراضا مثلا يسوع او محمد ميم حيط ميم دلت يشوف ميم رقمها كام وحيط رقمها كام وميم رقمها كام ودلت رقمها كام ويبقى مجموع الارقام دي هي الشفرة ويقوم كاتب اسم تاني او كلمة تانية ليها نفس المجموع ويبقى دا سر ما بين علماء اليهود احنا مش هنجيب اسم محمد هنبقى نكتب الاسم الفلاني اللي بيساوي قيمته محمد بحساب الجمل ويبقى انتوا عارفين ما بيننا وما بين بعض ان احنا بنتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم مش بنتكلم عن الاسم الظاهر في بعض المسيحيين بيقولوا ان الوحش اللي كان مكتوب على جبينه 666 دا برضو نفس طريقة حساب الجمل وان اغلب العلماء النقاد قالوا ان دا كان بيرمز لنايرون الامبراطور الروماني المجنون اللي عمل حرايق وبهدل الدنيا وحتى انا فاكر ان بارت ايرمان عالم النقد النص المشهور كان اتكلم عن الموضوع دا وقال لك ان في بعض المخطوطات بتختلف في القراءة ما بتقولش 666 بتقول رقم تاني والرقم التاني هو حساب الجمل لطريقة تانية لكتابة اسم نيرون يعني تقريبا كان فيه نيرو وفيه نيرون يعني نيرو نيرون فيه حرف زيادة فكانوا بيلوا في المخطوطات رقم ورقم تاني وجدوا ان الرقم الاولاني بيقابل اسم الاولاني والرقم التاني بيقابل اسم التاني وده اكد عند كثير من العلماء يبهو فعلا نيرون او نيرو هو اللي مقصود على كل حال انا بادعو الاخ احمد سبيع ان هو يعمل فيديو عن هذا الموضوع على قناة البينات دعوية انا مش عارف هل هو عمل فيديو عن هذا الموضوع ولا لا لكن انا بادعو ان هو يعمل فيديو عن هذا الموضوع هيكون موضوع شيق جدا تعليق اخر على فيديو كيف او حبي كافر هو مخلط في النار لقاء مناقشة التعليقات لشهر إبريل حنان عبدالله بتقول السلام عليكم أرجو من حضرتك تجمع حلقات إسلام بحيلي في رمضان وترد عليها لأنه تملأ مليانة يعني تشكيك في الكثير من الأحاديث مثل مسيح الدجال وغير وأشكرك هنا الأخ كاتب فيه إخوة بالفعل شغالة على ده منهم قرار إزالة وغيرهم أنا فاكر كويس أوي أوي إن أنا في يوم من الأيام كنت كتبت منشور على صفحتي على الفيسبوك بإني بتوعد أو بوعد إن أنا أعمل فيديوهات في الرد على إسلام بحيلي لإن أنا مدرك تمام الإدراك إن أفكار إسلام بحيلي في غاية الخطورة وبدأت تتوغل ما بين الناس بشكل غريب جدا سواء أدركه أو لم يدركه وطبعا إسلام بحيلي بقى عامل زي كبار المشككين في الإسلام بقى عنده كم كبير جدا من الحلقات وبقى كل شوية يعمل موسم وظل هو ما زال إلى اليوم بيطلع على التلفزيون في حلقات يومية أو أسبوعية أو حاجة زي كده وعمال يهري وعمال يطعن وهكذا وواخد حريته على الآخر رغم إن يمكن تأثيره حاليا لم يعد مثل تأثيره زمان وأغلب الناس اكتشفت مدى كراهيت وبغض إسلام بحيري للإسلام الحقيقي وفي بعض الناس بيتعتقد إنه أقرب للإلحاد منه للإيمان أصلا وإن ده مجرد سطارة زي ما كثير جدا من المشاككين في الإسلام بيعملوا إن هما يفضلوا محتفظين بهويتهم الظاهرة الإسلامية أو بأساميهم الإسلامية هو في أحسن من الإسلام إنه يتكلم عن الإسلام ويتكلم بقى ويطعن في الإسلام براحته ما فيش أي مشاكل على كل حال أنا بالنسبة لي لم يحن هذا الوقت بعد لكن أنا أعتقد إن قريبا جدا بإذن الله عز وجل سيحن هذا الوقت وزي ما قال الأخ أحمد جمال إن فيه إخوة بالفعل مشتغلين في الرد على هذا الموضوع وده من ضمن الأسباب الرئيسية اللي مخلياني أنشغل في أمور أخرى بما إن فيه ناس سدت هذا الثغر بالفعل لكن هو بالفعل بما إن إسلام بحيري لسه شغال أنا لا أعتقد إن فيه حد متفرغ للرد على الإسلام بحيري رغم إن أنا بعتقد إن المفروض إن ده يكون موجود إن بما إن هو متفرغ للطعن يبقى فيه في المقابل ناس متفرغة للرد مش إن احنا كل شوية نقي حتة أو حتتين من حلقاته فيها فضيحة علمية كبيرة ونكتفي بهذا القدر الناس دي عندهم أجندات علمية ضخمة في هد الإسلام والتراث الإسلامي ونقد الإسلام وهكذا يجب أن يكون هناك في المقابل تراث أو منهج أو يعني مادة علمية ضخمة تفند كل الكلام ده لإن فيه بعض الناس للأسف بتحب تدخل في التفاصيل وفي بعض الناس للأسف بتحب إنها تجد رد على كل كذبة وكل تدليسة وكل فرية لا تكتفي رغم إن أنا من الناس اللي بتنصر هذا المنهج إن أنت المفروض لما تكتشف إن هذا إنسان كاذب وإنسان حاقد وإنسان كاره وإنسان مدلس وإنسان كذاب وإنسان غير أمين وبيلوي الحقائق وجاهل وهكذا خلاص تبطل تسمع له بعد كده تاني مهما قال هو فقد عدلته فقد مصداقيته فما يتسمع لهش تاني خلاص لكن لا في بعض الناس أصلي ده قال شبهة جديدة ده قال حاجة جديدة ده عمل حاجة جديدة طب وبعدين يا ابني هو هيفضل طول عمره كده هتفضل إنت طول عمرك سحل نفسك وراء لكن معذرة إلى ربكم يعني لازم يكون في بعض المسلمين اللي متفرغين له زي ما هو متفرغين التعليق اللي بعد كده على نفس الفيديو مناقش التعليقات شهر إبريل يوسف بوروجا بيقول جزاكم الله خيرا فعلا نرجو أن تتكلم عن الديانات القديمة التي تأثرت بها اليهودية والمسيحية الموضوع ده يستحق المزيد من الفيديوهات وإن شاء الله بإذن الله عز وجل قريبا نبقى نعمل فيديوهات أكتر عن هذا الموضوع رغم أننا عملنا فيديوهات فيها هذا الموضوع بشكل ما اللي هو ديانات بابل والعراق القديمة أثرت على اليهودية بشكل كبير ديانة مصر القديمة الفرعونية أثرت على اليهودية وعلى المسيحية بشكل كبير وأيضا طبعا الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية وهذه الديانات القديمة اليونانية والرومانية أثرت على المسيحية واليهودية بشكل كبير تكلمنا عن هذه الموضوع بشكل متفرق وتكلمت عن الفرعونية وبعض الحضارات القديمة في فيديوهين موجودين ضمن مدخل إلى دراسة المسيحية ممكن ترجع لها لكن إن شاء الله زي ما قلت نبقى نعمل فيديوهات أكتر عن هذا الموضوع لأنه يستحق حتى من ضمن الحاجات اللي كانت ليها علاقة بهذا الموضوع كنا جبنا اعترافات لآباء أوائل أقروا بأن المسيحية في بعض عقائدها متطبقة مع عقائد الوثانيين اليونانيين والرومانيين وهكذا التعليق اللي بعد كده على فيديو رد البابا شنودة التاريخي وكيف أفحم شيوخ الإسلام واحد اسمه محمد فاروق بيقول إيه العنوان الغريب ده أنا شاكك في أمرك للأسف الشديد فكرة إن حد يكتب تعليق بدون ما يشاهد الفيديو ولا يشوفه ولا أي حاجة زي كده أمر في غاية العجب يعني الراجل ده لا يعرفني ولا يعرف نشاطي نشاطي الدعوي يعني ولا حتى شاهد الفيديو اللي هو جيه كتب عنه تعليق العنوان ده رد البابا شنودة التاريخي وكيف أفحم شيوخ الإسلام هو عنوان المقالة اللي احنا كنا بنرد عليها فبالتالي أنا اخترت هذا العنوان لإنه جذاب جدا ويشد جدا وأيضا الصورة الدلالية الصورة كويسة وجذابة وتشد وأنا مش جاي بصورة الشيخ محمد حسان علفاضي هو كان طالع في الصورة اللي كانت منشورة في المقال وبالفعل المقال مفروض منسوب للبابا شنودة والمفروض بحسب ادعاء المسيحيين إن البابا شنودة أفحمهم وطبعا أنا في النص لإن أنا اللي بعلق وبرد أنا مش فاهم إيه الغريب والمريب في كده ياريت الناس تبذل بعض الوقت والمجهود قبل ما تكتب تعليقات على الفيديوهات علشان صحتنا ما بقتش تستحمي تعليق آخر المفروض إنه على فيديو عن نقلة السنة والرواة والتدوين لخالد محمد بيك جزاك الله خير إن أستاذ محمد شهين هلا تبدأ سلسلة في الرد على الهندوسية والبوذية من فضلك يقال إن المجتمع العلمي بدأ يميل نحو هذين المعتقدين لسيام البوذية فإن فلسفتها أقوعة من الفلسفة المادية ما رأيك أستاذ إحنا ممكن نعمل فيديوهات عن البوذية والهندوسية ما عنديش أي مشكلة وهي من الديانات الكبرى اللي موجودة في العالم ووجدنا إن في ناس مشهورة جدا جدا بتعتنق البوذية تحديدا لكن أنا عندي تعليق في غاية الأهمية وهي فكرة إن بعض الناس من المجتمع العلمي هما اللي هيعتنقوا البوذية أنا بعتقد إن ده غير صحيح والموضوع ده كانتكلم عنه هيوراس عالم الفيزياء الفلكية الكندي المشهور اللي له بعض الكتابات المترجمة من ضمنها كتاب الكوكب المميز اللي هو من إصدار مركز تبصير هيوراس كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم عن فكرة الإعجاز العلمي أو إن الدين تكلم في حاجات ليها علاقة بالعلم والكون وهكذا العلم ما كانش لسه تكلم عنها فكان بيتكلم عن موضوع الانفجار العظيم وفكرة إن هذا الكون مخلوق وله بداية وده المفروض هو التصور الرسمي للإسلام والمسيحية واليهودية أو على الأقل التصور الرسمي للإسلام إن كل ما سوى الله مخلوق وحادث يبقى بالتأكيد هذا الوجود اللي احنا عايشين فيه حادث كان بعد أن لم يكن ده أمر يقيني عند المسلمين وعليه إجماع الأمة وما فيهوش تلت التلاتة كامل في المقابل كان فيه تصور آخر لديانات أخرى تقول بأزلية المادة والموضوع ده أنا تكلمت عنه في ثلاث حلقات اللي هو فرضية حدوث الكون وفرضية الإله وحدوث الكون تكلمت عنه في ثلاث فيديوهات موجودين ضمن سلسلة نقد الإلحاد وإثبات وجود الله كان فيه تصور آخر كان بيقول بأن المادة أزلية وإن هذا الوجود الفيزيائي اللي احنا عايشين فيه ليس حادثا بل هو أزلي والرأي ده كان بيعتقده أينشتاين نفسه وحكيت القصة كلها وإزاي غير رأيه وهكذا وإزاي الأدلة بدأت تتراكم بشكل قوي جدا على المجتمع العلمي اللي خلته في النهاية يرفض فكرة الكون الأزلي الثابت المستقر وينتقل ويعتنق فكرة عدوث الكون وإن الكون له بداية وإن هذا الوجود الفيزيائي كله له بداية الزمان والمكان والمادة والطاقة كل حاجة كانت بعد أن لم يكن هيوراس بقى قال لك إيه؟ قال لك إن ده كان انتصار للديانات التقليدية اليهودية والمسيحية والإسلام والمفروض إن على الأقل إحنا كمسلمين أجلين الكلام ده من بدل إن أكيد هذا الوجود حادث كان بعد أن لم يكن مستحيل يكون أزلي وثابت ومستقر وهكذا بل إن الإسلام تحديدا بيتكلم عن إن هذا الكون متغير وكل حاجة بتتحرك وكل في فلك يسبحون وهكذا والإسلام لما بيتكلم عن نشأة الكون ومراحل خلق الكون وهكذا بيتكلم عن إنه لا الكون ده مش ثابت وأزلي ومستقر ده مر بأطوار كثيرة مختلفة وما زال بيختلف وهيختلف وهيتغير اللي هو نهاية الكون بقى ونهاية الحياة وهكذا هيوراس قال إن كان ممكن العلم ينصر تصور آخر إن مثلا الكون أزلي ومستقر وثابت وإن المادة أزلية أو حتى زي ما في بعض الفرضيات العلمية بتقول اللي هو الكون المتذبذب ده إنه الكون بيبتدي وبعدين ينتهي وبعدين يبتدي وينتهي وبعدين يبتدي وينتهي في بعض الديانات القديمة بتؤمن بذلك حاجة شبه تنسخ الأرواح والدور ده كل شوية الدنيا عملة تتعاد 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 منذ الأزل وإلى الأبد بلا بداية ولا نهاية فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إن المجتمع العلمي غالبا ما يقدرش ينصر البوذية لإن البوذية من الديانات اللي بتنصر تصورات العلم هدمها من زمان البوذية بتنصر وحدة الوجود وأزلية المادة والكلام ده كله والدور والعلم أثبت إن هذا باطل وإن الكون ليس أزلياً بل إنه حادث كان بعد ألمي التعليل اللي بعد كده على فيديو مشكلتي مع عقيدة الصلب والفداء وعقيدة قيامة المسيح الأخ إبراهيم سليمان بيقول يا ريت تتكلم عن آية كذا الأفضل تقول عدد سفر حسقيال قل شريم الخائنة كيف يزن الرب يا ريت تشرح آيات حسقيال 16 طبعاً هو بيقصد النصوص المشهورة جداً اللي تكلم عنها الأنبى متى المسكين أو الأب متى المسكين لما قال إن سفر حسقيال فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان والمفروض إن احنا هنفوت على هذه النصوص بالتفصيل ونتكلم عنها ونتكلم عن مشاكل سفر حسقيال بالتفصيل اللي احنا أشرنا إلى بعضها في الفيديو اللي فات اللي تكلمنا فيها عن اعترافات خطيرة حول الكتب المقدسة اليهودية وإزاي إن سفر حسقيال أصلاً كان حواليه مشاكل في موضوع إنه يبقى ضمن الأصفار المقدسة وإنه يبقى ضمن قانون العهد القديم وإنه بسبب أحد الحخامات التلمود البابلي بيقول إن الحخام ده لابد أن نذكره بالخير لإن لو لا سفر حسقيال ده ما كانش هيبقى سفر مقدس عندنا على كل حال بإذن الله لما نكمل سلسلة محتويات العهد القديم المفروض إن أول سفر هنبدأ بيه هو سفر إشعية وندخل بقى في معمعة كبيرة لإن إحنا عندنا أصفار الأنبياء الكبار اللي من ضمنهم إشعية وإرمية وحسقيال ودانيال والأصفار دي النصارى يعني بيقتبسوا منها بشكل كبير جداً وفيها نبوات وفيها حوارات وفيها طخل فادعولي يعني إن ربنا يحرك قلبي تجاه هذه السلسلة ويبقى عندي همة إن أنا أشتغل فيها وأكمل التعليق اللي بعد كده على المنشور اللي أنا تكلمتي فيها عن المدونة ناصر مجيد بيقول السلام عليكم كيف نستطيع كمسلمين أن نثبت لليهود أن عيسى بن مريم عليه السلام هو المسيح من طريق غير طريق إثبات صحة الإسلام لهم السؤال ده يعني استوقفني لما قرأته وبدأت أفكر فيه أول حاجة عايزة أقولها أني أنت ستجد صعوبة شديدة جداً في إثبات أي حق بشكل يقيني خارج إطار الإسلام وخارج إطار القرآن والسنة وخارج إطار أدلة إثبات صح الدين الإسلام وأدلة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدلة وحي القرآن الكريم شوف أنا بقول جملة أنا يعني زابطها كويس قوي ستجد صعوبة شديدة في إثبات صحة أي شيء كلمة السر بقى بشكل يقيني دايماً هيبقى فيه مساحة للتشكيك ودايماً هيبقى فيه مساحة قوية إن ليه ممكن ما تطلعش غلطان دا لما تحاول تثبت حاجة خارج إطار الإسلام وخارج إطار القرآن والسنة وزي ما قلت خارج إطار أدلة إثبات صحة الإسلام ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحي القرآن الكريم دي نقطة مهمة جداً لازم تفكر فيها قبل ما تيجي تتكلم عن أي حاجة علشان كده أنا دايماً بقول حتى فكرة إثبات وجود الله ممكن تكون صعبة جداً على بعض العقول لو لا إن فيه فعلاً دين الإسلام هو الدين الوحيد المحفوظ هو الدين الوحيد اللي أدلت صحته صاطعة وناصعة البيان وبالتالي لما بنثبت صحة الإسلام دا بيؤكد فكرة إن بالفعل فيه إله لهذا الكون ما علينا دي نقطة طب نقطة تانية بقى لو احنا جينا نقول إن احنا عايزين نثبت لليهود إن عيسى بن مريم هو المسيح من خارج التصور الإسلامي هنلاقي أصلاً مشاكل كثيرة جداً في إقرار مفاهيم مختلفة اليهود نفسهم عندهم خلاف فيه زي إيه؟ فكرة المسيح نفسها ما احنا عندنا مسحاق كثر إنت أصدق إن هو المسيح اللي هو النبي الخاتم الرئيس الملك الم... طب ما هو أصلاً يسوع المسيح لا ينطبق عليه إن هو المسيح يبقى فيه عندك أكتر من مفهوم للمسيح ولو إنت هتاخد التصور اليهودي للمسيح فده هينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هينطبق على المسيح عيسى بن مريم قال لا طب ما هو اسمه المسيح عيسى بن مريم ليه؟ لأنه هو اتشهر بالاسم ده بقت سمة معروفة له لما تقول المسيح أول واحد هيجي في دهنك هو عيسى بن مريم لأنه هو أكتر واحد دار حوله هذا الخلاف تاريخياً هل هو المسيح بالفعل ولا لا؟ فعشان كده أنا بقول الأمر صعب وفيه خلافات كثيرة جداً وأساس هذا الخلاف هو خلاف اليهود والنصارة نفسهم على مين هو المسيح وإيه هي صفات المسيح لو أحنا نقصد بالمسيح المسية فهنلاقي إن فيه حاجات كثيرة جداً لا تنطبق على عيسى بن مريم وأنا كنت اتناقشت قبل كده مع الأخ أبو أيوب الغرباوي برضو أخي له في موضوع اليهودية واللغة العبرية وهكذا وعنده مدونة في غاية الأهمية كان نتكلم عن هذا الموضوع وقال لك إن اليهود فيه عندهم تصورين للمسيح المسيح ابن داود والمسيح مش عارف مين على كل حال يعني اللي أنا عايز أوصله في تعليقي على هذا التعليق إن الموضوع هيبقى صعب جداً خارج إطار الإسلام التعليق اللي بعد كده برضو على بوست تحديث المدونة معتز عطاية أو عطية أي أن كان بيقول أخوي محمد عند سؤال بالنسبة للكتب هذه الكتب عليها حقوق فكيف تنشرها؟ هل لديك إذن من الكاتب والنشر؟ في بعض الكتب كثير من هذه الكتب أخذنا بالفعل ليها إذن من الكاتب والنشر وأغلبها من دور نشر أحنا نعرف أصحابها وهما سمحوا بنشرها بشكل شرعي أما باقي الكتب فمش أنا أول واحد أنشرها على النت أنا فقط جمعتها وفي بعض الناس لما بيجدوا إن هذا الكتاب منشور مثلاً على مدونتي وهم مش عايزين إن هذا الكتاب يتنشر بيرجعوا لي وبيقولوا لي لو سمحت إحذف هذا الكتاب إحنا مش عايزينه يتنشر فبحث في الكتاب وبامتنع عن نشره ومعنديش أي مشكلة فغالباً أي كتاب أنا بنشره بشكل عام مش بكون أنا أول واحد نشره يا إما بالفعل الكاتب والنشر نشروها قبلي وأنا بس بنقل أو إن في أي كان ناس قبلي مني نشروها وأنا بنشرها بعديهم بجمعها يعني ولو أي حد معترض بيبلغني وأنا بمسح الحاجة المنشورة معنديش أي مشكلة تعليق على الفيديو بتاع مناقشة شهر إبريل يو يوشي بيقول أرجم الأخ الفاضل تخصيص حلقات عن الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية اللي هما المفروض البروتستانت اتكلمنا عن البروتستانت بشكل يعني منفصل في فيديوهات كثيرة جداً سواء في سلسلة مدخل إلى دراسة الكتاب مقدس أو في سلسلة إثبات تحريف الكتاب مقدس أو في سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية ممكن نخصص فيديو يكون تعريفي عن البروتستانت زي ما تكلمنا عن شهود يهوى لكن احنا في عندنا فيديو هين بتكلم فيهم عن أهم الاختلافات ما بين الأرتودوكس والكاثوليك والبروتستانت ممكن تبقى تراجعهم هما ضمن سلسلة مدخل إلى دراسة المسيحية اليهود المسيحيين دول أنا غالباً أنت تقصد السبتيين ممكن بإذن الله عز وجل نعمل فيديو عن السبتيين عرض أهم معتقداتهم والفرق بينهم وبين غيرهم من طايف المسيحية مفيش مشكلة فزي ما قلت البروتستانت احنا تكلمنا عنهم كتير جداً جداً ولو أي حد تابع السلسلة اللي أنا قلت عليها دراسة المسيحية دراسة الكتاب مقدس تحريف الكتاب مقدس هيكون تصور واضح عن البروتستانت والفرق ما بينهم وما بين الأرثوديكس والكاثوليك من ناحية تاني أما اليهود المسيحيين أو السبتيين في دول ممكن نتكلم عنهم في فيديوهات مستقلة زي ما تكلمنا عن شهود يهود تعليق على فيديو الأرثوديكس والكاثوليك والبروتستانت الجزء الأول والفيديو ده هو الفيديو الأعلى مشاهدة على القناة ضمن الفيديوهات اللي ليه علاقة بالحوار الإسلامي المسيحي لو أنت ما شفتوش أنصحك تشوف خالد الشيخ بيقول هل يختلف شكل الصليب عند الطواف الثلاثة الرئيسية لأننا نرى أشكال متعددة للصليب عندهم ونريد أن نميز تلك الطواف عن بعضها من خلال شكل الصليب لأنهم يرفضون أن يقولوا إلى أي طائفة ينتمي وجزاك الله خيرا على ما تقدمونه من معلومات مهمة جدا الأخ أحمد جمال بيقول بالفعل فيه اختلافات ممكن نعمل فيديو عنها أنا رأي أن الأرثودوكس والكاثوليك صلبانهم شبه بعض والبروتستانت صلبانهم مختلفة عن الأرثودوكس والكاثوليك والأمر في النهاية تفضيل شخصي حسب تصورك للأيقونات والتمثيل أيقونات وتمثيل يعني هل أنت بتقبل أن المسيح يكون منحوت معمولة مثال على الصليب ولا لأ أغلب البروتستانت ما بيحبوش ده فبالتالي هتجد الصلبان بتاعة البروتستانت الصلبان شكلها عادية اللي هو الشكل العادي ده ده لو أصلا قبلوا أن هم يلبسوا صليب وأنا فاكر كويس قوي أن البابا شنودة كان له تعليق على موضوع الصليب بالنسبة لبروتستانت إن هم حتى كانوا وصلوا لدرجة إن هم مش عايزين يرفعوا الصليب على كناسهم والبابا شنودة كان بيقول الحمد لله إن هم بدأوا من جديد يرفعوا الصلبان على كناسهم فبالنسبة لبروتستانت اللي هم غالبا بيرفضوا الأيقونات والتمثيل والمنحوتات وهكذا هتلاقي إن الصلبان هم حرف التيل عادية أما بقى بالنسبة الكاثوليك والأرتودوكس غالبا الكاثوليك هتلاقي إن صليبهم عليه نحت منحوت عليه تمثال المسيح أما بقى بالنسبة للأرتودوكس فبيبقى ليهم شكل كده معين هعرضوا على الشاشة اللي هو عامل زي مربع صليب مربع كده في أطراف الصليب من فوق ليهم نقش كده قبطي معين غالبا ده بيكون شكل صلبانهم وممكن تجد إن بعض الأقباط الأرتودوكس أو الأرتودوكس بيلبسوا صليب عليه نحت أو شكل المسيح فبالتالي لو إنت دققت شوية هتلاقي صلبان الأرتودوكس مميزة بالنقوش القبطية بتاعتهم وهتلاقي غالبا الكاثوليك بيلبسوا صليب عليه تمثال أو نحت وهتلاقي إن البروتستانت لو لبسوا صليب حيبقى الشكل حرف التيل عادي من غير أي نقش أو من غير أي نحت أو حاجة زي كي آخر تعليق هنعلق عليه النهاردة من فيديو مناقشة تعليقات بتاعت شهر خمسة أحمد بيقول ليه ما تفتح لنا المجال لمشاركتك في الأجر في كتابة السكريبت بس يا ليت يكون في فيديو تعليمي لنا في الكتابة طبعا الأخ أحمد جمال بيقول ممكن تتواصل مع الشيخ بشكل شخصي عبر الهاتف في وصف الفيديو أو أنا بفضل التواصل عن طريق الواتساب دي نقطة تانية أو مسألة تانية محتاجين فيها متطوعين متطوعين يكتبوا لنا سكريبتات لحلقات تتنشر على قناة الدعوة الإسلامية حاليا الأخ عبد الرحمن الشرقاوي شغال في هذا الموضوع وبيعد سكريبتات زي ما انتو شفتوا الحلقات بتاعة الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية والحلقات بتاعة شود يهوى وفي حلقات قادمة عن التلمود وعن طائفة المرمون بيعدها الأخ عبد الرحمن الشرقاوي ربنا يحفظه يبارك فيه طيب أنا محتاج إيه من الشخص المتطوع اللي هيكتب سكريبت؟ أولا لو هو مش متخصص في الحاجة اللي هو هيكتب عنها سكريبت لازم يرجع لمرجع متخصص يعني أنا ما عنديش أي مشكلة إن انت تشوف كتاب معين متخصص أهل التخصص بيمدحوه وتلخصه في سكريبت واحنا هنطلع نقول في الفيديو إن هذه المادة العلمية لخصها فلان وهي قائمة على الكتاب الفلان طيب السكريبت ده ممكن يكون عبارة عن إيه؟ أقل حاجة خالص إن انت تجمع لي الاقتباسات الهامة اللي انت شايفها بتحتوي على معلومات في غاية الأهمية الجمهور محتاجي يسمعها وأنا هقرأ هذه الاقتباسات وهعلق عليها وهشرحها ده زي فيديوهات الكتب المقدسة اليهودية والمسيحية اللي عملها الأخ عبد الرحمن الشرقاوي ثاني مستوى إن انت تكتب مقال بأسلوبك إنت وأنا أقرأ هذا المقال وأوعيد صياخته على هيئة سكريبت بأسلوبي أنا وبشرحي أنا وبتعليقي أنا أو إن انت تكتب سكريبت جاهز للقراءة بأسلوب أنا أقدر أقرأ ويفهمه الجميع وطبعا أنا زي ما قلت بستخدم الجهاز التليبرومتر ده أو الأوتوكيو بيركب أصاد الكاميرا بيركب أصاد الكاميرا وبيتخطي تحته التابلت وببقى باصص للكاميرا وبقرأ السكريبت وتكلمت قبل كده إن حلقات قناة الدعوة الإسلامية يا إمار تجالية زي حلقاتنا دي وأغلب حلقات القناة أو بتبقى سكريبت نص مكتوب أهم حاجة في كل الموضوع ده إيه المادة العلمية الموثقة أي حاجة أنت كاتبها في السكريبت سواء هتكتب سكريبت أو لا الأهم من السكريبت نفسه إنت جبت المعلومة دي منين وإيه مصدرها ووثقها لي من مرجع معتبر معتمد فيبقى أهم حاجة عندي الاقتباسات الخام هتأخد الاقتباسات دي اللي بتتكلم عن موضوع معين تصغها في مقالة المقالة دي إما ينفع أقراها بشكل مباشر أو هي بأسلوب أكوانا هعيد صياغتها أهم حاجة المادة العلمية الخام المرجع يكون واضح المرجع يكون أنا أقدر أحصل عليه ورجعه وهكذا أي حد أي حد عنده مادة علمية زي كده جهزة علشان أعمل عنها فيديو على القناة يبعتها لي على الواتساب أو يبعتها لي على ماسينجر الفيسبوك الشخصي بتاعي وأنا هرجعها وبإذن الله عز وجل قريبا أو بعيدا في الوقت يعني هعمل عنها حلقة لأن أنا فيه عندي أخ تاني بيعمل تلخيص لفصول لكتاب عن الدروينية الأخ ده لسه هراجع تفريغاته وهراجع السكريبتات اللي هو عملها في هذا الموضوع وبإذن الله قريبا نعمل عنها حلقات فبالتالي أنت ما تزعلش لو أنت عملت سكريبت وما لقتنيش فورا سجلته وصورته ونشرته على القناة صبرا لكن على كل حال أنا كده رسميا بفتح الباب لمتطوعين أول حاجة متطوعين لترجمة الفيديوهات تاني حاجة متطوعين لأص مقاطع من الفيديوهات ونشرها على الفيسبوك وتالت حاجة متطوعين لكتابة سكريبتات نقدر نسجلها علشان نزيد من المادة العلمية المنشورة على قناة الدعوة الإسلامية أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو أتمنى أن الفيديو يكون مفيد لو حاز هذا الفيديو على إعجابكم فلا تنسوا أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزارة صفحتنا على بيترون ستجد رابط أسفل الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته